أقامت مجموعة الخبر السار في المملكة القداسة الاحتفالية والشكرة في كنيسة الراعي الصالح بمناسبة حصول الأب الدكتور فراس نصروين المرشد الروحي للمجموعة على درجة الدكتورة والرسامة الكهنويتية للأب رامز طوال أحد أفراد المجموعة بحضور عددا من الكهنة والراهبات وأفراد المجموعة وعائلاتهم وبعد القداس أقيم حفل عشاء في حديقة الرحمة في مركز سيدة السلام ويذكر أنه خلال مسيرة المجموعة منذ عام 2004 تمت رسامة كاهنين وراهب ممن هم من أعضائها